بسم الله الرحمن الرحيم، سنبدأ بشرح مساق فيزياء عامة لطلبة العلوم الصحية من كتاب كوليج فيزيكس للمؤلف سيروي حنبدأ بالفصل الأول، وهي المحاضرات لطلبة العلوم الصحية الهدف من هذا المساق هو عبارة عن هدف ذو شقين تزويد الطالب بعرض واضح ومنطقي لأسليب الفيزياء تعزيز وتقوية فهم الطلبة لمجموعة واسعة من الأمور والاهتمامات والتطبيقات في الحياة ولتحقيق هذه الأهداف سنعمل على تحفيز الطالب من خلال أمثلة عملية تظهر دور الفيزياء في التخصصات الأخرى سنبدأ إن شاء الله بالشابطة الأول الشابطة الأول هو عبارة عن اليونيتز، اللي هي الوحدات تراي جيوماتري، اللي هي الحساب المثالثات المعايير الأساسية أو المقييس الأساسية لالطول والكتلة والزمن لحساب طبعاً أو لقياس كأي كمية فيزيائية بحتاج أنا إلى وحدة لكي أفرق بين أي رقم رياضي أو رقم فيزيائي فالوحدة هي التي تميز هذا الرقم على إنه كمية فيزيائية في عام 1960 وافقت اللجنة الدولية على اعتماد نظام معياري للوحدات وهذا النظام المعياري بنسميه SI أو System International هو عبارة عن النظام الدولي النظام الدولي طبعاً الكميات الأساسية في هذا النظام وحدات اللي هي الطول والكتلة والزمن هي المتر والكيلو جرام والثانية على التوالي يعني النظام الدولي رمزه SI معناها System International System International وحداته طبعاً وحدة يقيس بالكيلو جرام متر ثانية يعني الطول يقاس بالمتر والكتلة اللي هي الماس تقاس بالكيلو جرام والتايم اللي هو الزمن يقاس بالثانية بالنسبة للطول بالنسبة للطول طبعاً هو عبارة عن المتر هو عبارة عن المقياس المعياري أو القانوني للطول في فرنسا في عام 1983 تم تعريف المتر بأن المسافة التي يقطعها الأضوء في الفراغ في فترة زمنية تساوي واحد على اتنين تسعة تسعة سبعة تسعة اتنين أربعة خمسة تمانية أو واحد على اتنين بوينت تسعة في عشرة واستمانية يعني المتر يعرف به المسافة التي المسافة التي يقطعها الضوء في الفراغ ذاكيوم فراغ خلال ديورينج تايم انتيربر خلال الفترة واحد على اتنين بوينت تسعة في عشرة واستمانية ثانية طبعا هذا التعريف الخاص بالمتر يوصلنا لهي سرعة الضوء ومن خلاله يتم اعتماد سرعة الضوء وهي عبارة عن اتنين بوينت تسعة تسعة 7-9-2-4-5-8-10-8 أو 2-9-9-7-9-2-4-5-8 أو ممكن نقربها إلى 3 في 10 وستمانية متر بير ساكن متر في الثاني بالنسبة لها الكتلة اللي هي الماس تعريفها الكتلة السيستم انترنشنال الأسئة يونيت أو ماس اللي هو وحدة الكتلة في النظام الدولي هي عبارة عن الكيلو جرام وتعريفها is defined as تعرض as يعني معناها تعريف اللي هي الكتلة في النظام الدولي عبارة عن كتلة سبيكة أسطوانية من البلاتينيان إريديام محفوظة في طبعا المركز أو المكتب الدولي للأوزان في فرنسا والشكل واحد واحد طبعا يوضح هذه السبيكة اللي هي عبارة عن أسطوانة مصنوعة من بلاتينيان إريديام ومحفوظة في مركز أو المكتب الدولي في فرنسا بالنسبة لها الزمن اللي هي time الزمن the basic unit of time طبعا الزمن هو يعني الوحدة الأساسية للزمن هي الثانية is defined as تعريفها as 9192631700 times هي عبارة عن طبعا عدد معين عدد المرات أو عدد دورات التي تحتزها ضرهات السيزيام أو عدد اللي هي الدبدبات التي تحتزها أو تشعها ضره مصنوعة من السيزيام بالنسبة لسيكشن 1.14 طبعا هذا ملغي سيكشن 1.2.13.14 برضو ملغي بالنسبة لطلبة العلوم الصحية سيكشن 1.5 unit conversion for physical quantity اللي هو عبارة عن تحويل الوحدات للكميات الفيزيائية conversion factors between SI and US بدي أحول أنا بعض المعاملات بين اللي هي النظام الدولي اللي هي SI system international وبين اللي هي النظام الأمريكي لبعض الوحدات زي مثلا لما أجي أحكي 1 ميل الواحد ميل بده يساوي 1600 متر ويساوي 1.6 كيلو متر تقريبا الواحد متر بده يساوي 39.37 إنش بدها تساوي 3.281 فيت أو قدم الواحد فيت أو واحد فوت بتساوي القدم بتساوي 0.3 متر يعني 30.48 متر الواحد إنش بدها تساوي 2.5 صانتي أو 25.000 من المتر الواحد إنش بساوي 25.000 من المتر ممكن أحكي إنه 30 صانتي بتساوي قدم والإنش اللي هي بساوي 2.5 صانتي We can take fraction with the conversion that will cancel the units we don't want and multiply that fraction by the quantity in the questions for example يعني بعرف إنه الواحد إنش بده يساوي 2.5 صانتي صانتي إذن الخمسطعش ممكن أضربها في 2.54 أو للتخلص من الوحدات بنحكي الـ 15 إنش رح أضربها أنا بـ fraction في كسر زي ما حكالي هو fraction by the quantity in the questions الآن 2.54 صانتي الواحد إنش بتساوي 2.45 فضربت في 2.54 صانتي على 1 إنش الإنش الوحدة هذي راحت مع هذا ظل عندي 38.1 صانت مثال آخر example 1.4 convert units using several conversion factors بدأ أستخدم الوحدات أيضا لعدة أنباط أو عوامل التحولات convert المتر تو ميل بدأ أحول المتر إلى ميل لو كان عندي أنا 20 متر في الثانية وبدأ أحولها إلى ميل في الثانية طبعا 28 ميل في الثانية بروح للبسط البسط هو عبارة عن متر بدأ أحوله لميل لما أحول من متر لميل بأقسم على ألف وستمية وتسعة متر بأقسم أو بأضرب بواحد على ألف وستمية وتسعة يعني الواحد ميل بساوي ألف وستمية وتسعة متر علشان أضيع الوحدات اللي هي المتر مع المتر بطلع عندي 28 على ألف وستمية وتسعة متر بطلع عندي واحد بوين سبعة وأربعة فعشرة أس نقص اتنين ميل لكل ثانية الآن لو أنا بدأ أحول الثانية إلى ساعة يعني أنا المطلوب مني 28 متر في الثانية بدأ أحولها إلى ميل في الساعة في البداية طبعا البسط المتر حولته إلى ميل بقسم بالقسمة على ألف وستمية وتسعة بعد هيك الجواب هاي الجواب طلع عندي واحد بوين سبعة أربعة في عشرة أسالب اتنين ميل في الثانية بدأ أحول الآن الثانية إلى ساعة طبعا الميل البسط مش هلعب معه ظله زي ما هو الثانية بدأ أحولها إلى ساعة فبقسم الثانية على ستين على ستين يعني هأقسم على واحد على تلات تلاف وستمية أو بدأ أعمل إنه هذا الرقم اللي هو واحد بوين سبعة أربعة فعشر عص نقص اتنين ميل لكل ثانية رح أضربه بستين اللي هي بستين في ستين اللي هي ثانية على دقيقة ثانية على دقيقة والدقيقة بدأ أحولها إلى ساعة بيصير عندي أنا اتنين وستين بوين ستة ممكن طريقة أخرى طريقة مباشرة تمانية وعشرين أقسمها على ألف وستمية وتسعة وكمان الثانية أقسمها على ستين وعلى ستين يعني أقسم على تلات تلاف وستمية بيطلع معايا نفس الجواب يعني حولت اللي هو الواحد بوين سبعة أربعة فعشرة أستالة بثنين ميل في الثانية إلى واحد بوين سبعة أربعة في عشرة أس نقص اتنين ميل في الساعة بيطلع الجواب اتنين وستين بوين ستة ميل في الساعة مثال اجزامبل واحد بوين خمسة مثال واحد خمسة برضو بدنا نحول قيمة معينة أو قيمة فيزيائية معينة إلها طبعا وحدة أو عامل مضروب يعني تربيعي زي مثال لو كان عندي أنا اتنين وعشرين متر في الثانية تربيع اتنين وعشرين متر في الثانية تربيع بدأ أحولها إلى كيلو في الدقيقة تربيع طبعا حبدة في الباص اتنين وعشرين متر المتر رح أحوله من متر إلى كيلو رح أقسم طبعا لأنه الواحد كيلو بساوي ألف متر أو واحد في عشرة أو ستلاتة متر قسمت 22 على 1000 أو 22 على واحد فعشر أو ثلاثة متر لأن المتر راح أتمع المتر وظل عندي هنا وحدة الكيلو على سكن تربيع طبعا السكن تربيع عشان أحولها إلى منت راح أقسمها على 60 لكل تربيع معنى الكلام قسم تقسيم التقسيم بيطلع إيش يعني ضرب في البسط يعني هحكي أنا السكن تربيع اللي هي واحد على 60 تربيع تطلع ل60 على تربيع منت يعني الجواب 79.2 كيلو متر على منت تربيع بالنسبة لسكن 1.6 ماذا ملغي نجي لواحد بوينت 7 بعنوان كوردينيت سيستيم اللي هي أنظمة المحاور A point on a line can be located with one كوردينيت لو أنا عندي أنا نقطة موجودة في مكان معين بحكي هذه النقطة إلها محور واحد لو كانت عندي النقطة موجودة على A plane أو A plane يعني عبارة عن مستوى والمستوى هو عبارة عن محورين A point in a plane with two كوردينيت and a point in space with three يعني ممكن أي نقطة تكون موجودة على محور واحد أو تكون موجودة في مستوى على محورين أو موجودة في space فراغ عبارة عن ثلاث محاور coordinate system used to specify locations in space consist of the following الآن أي في نظام المحاور نظام المحاور بيستخدم موقع معين في الفراغ بتكون من الآتي هذه التكوين عبارة عن Fixed Reference Point في عندي أنا نقطة ثابتة اسمها أو أو بسميها نقطة الأصل origin في عندي أنا نقطة ثابتة لنقطة الأصل في عندي set of specific axes في عندي مجموعة من المحاور الأساسية أو الاتجاهات with an appropriate scale and label on the axes هذه المحاور لها تدريج معين وترويس لكل محور أو اسم يوضع على المحور نفسه Instructions on label at point in space بعض التعليمات حول النقطة المطلوبة بالنسبة لنقطة الأصل بالنسبة لنقطة الأصل One Convent and the Commonly Use Coordinate System is the Cartesian Coordinate System في استخدام شائع ومناسب لنظام المحاور بسميه نظام المحاور الكارتزية أو الديكارتية بسموه Cartesian Coordinate دي كارتية دي كارتية أو كارتزية sometimes called rectangular Coordinate أحيانا بنسميه نظام إحداثيات مستطيلة Sashi System in Two Dimensions is Illustrated in Figures 1.5 هذا النظام اللي له بعدين موضح طبعا بالشكل 1.5 اللي هو عبارة عن نقطة النقطة هذه ممثلة بالإحداثيات XY لو كان عندي نقطة B إحداثيات ها 5 أو 3 كمان sometimes it's more Convent to locate a point in space by plane polar coordinate ممكن كمان أنا أحدد نقطة عن طريق المحاور اللي هي plane polar coordinate المحاور اللي هي المستوى القطبي اللي هي عبارة عن R ومثلة بالR وبالثيتا الر والثيتا عبارة عن reference أو مرجعية على أساس إنه a point is dispecified by distance R أنا ممكن أحدد النقطة بالمسافة R يعني النقطة المراد تحديدها بتكون على بعد R من نقطة الأصل وR ممكن تمثل بX وY كأنها في مستوى إضافة إلى أنه تحدد أيضا بالزاوية ثيتا وهذه الذاوية هي عبارة عن طبعا الخط المرسوم من نقطة الأصل إلى من الخط المرسوم من محور X الموجب إلى هذه الزاوية يعني الشكل هذا 1-5 بمثل نقطة B إحداثياتها 5 و3 الخمسة عبارة عن X و Y اللي هي X 5 وY 3 النقطة هذه Q إحداثياتها ناقص 3 و4 موجودة في الربع الثاني X بالسالب وY بالموجب هنا بالربع الأول X موجب Y موجب الشكل الثاني الشكل الثاني اللي هو 1.6 بيوضح لي النقطة ممثلة ب Plain Polar Coordinate اللي هي R وثيتا R هي عبارة عن الخط الواصل بين نقطة الأصل والنقطة والR ممثلة اللي هي المحورين X و Y وثيتا هذه عبارة عن الزاوية المحصورة بين اتجاه X الموجب و اللي هي النقطة أو المتجاه R Trigeometry Review الآن بالنسبة لها يعني نتذكر بعض حساب المثلثات consider the right triangle لو أنا فرضت في عندي أنا مثلث المثلث هذا قائم الزاوية المثلث قائم الزاوية بالشكل هذا هذا طبعا زاوية حادة هذا الاتجاه R لو نزلت أنا عمود اللي هو اتجاه Y صار عندي أنا مثلث قائم الزاوية هي القائمة فهذا الشكل لو كان عندي أنا هي الزاوية كوزين الزاوية عبارة عن X على R ثاني الزاوية هي عبارة عن مقابل على مجاور هذي حساب مثلثات أخذناها سابقا يعني برضو نتذكر إنه صين الزاوية عبارة عن مقابل على وطر كوزين الزاوية عبارة عن مجاور على وطر وطاني الزاوية هي عبارة عن مقابل على مجاور كما هم وضح بالشكل أو مثل Another important relationship فيه برضو طبعا علاقة مهمة وحندرس عليها كتير وحنشتغل عليها كتير اللي هي بسموها نظرية فيثاغورث exist between the length of the side of the right triangle هي تحدد العلاقة بين أطوال أضلاع القائمة اللي هي الوطر تربيع بساوي x تربيع زائد y تربيع لو أنا فرضت أنا عندي سين الزاوية بتساوي point 866 معنى الكلام إنه الزاوية عشان أجيبها لازم أعمل سين inverse للزاوية تطلع للزاوية سين inverse هاي بجيبها من خلال من خلال الآلة shift sign بتطلع لستين درجة لو أنا بدأ أجرب مرة تانية إنه أنا أوجد 10 inverse لل point 4 معنى الكلام حتطلع للزاوية 21.8 لازم be sure that your calculator is a set of a degree لازم نتأكد إنه الآلة الحاسبة موجودة على degree اللي هي درجات وليس radian وليس بالمخضاء النخيار الدائري in addition the inverse tangent function can return only view value between minus 90 أو زائد 90 so when an angle is in the second or third quadrant it's necessary to add 120 لو كان أنا طلعط لزاوية معينة في الربع الثاني أو الربع الثالث فلازم نضيف على الزاوية 180 درجة لأنه لدينا أربع الربع الأول بيكون x موجبة y موجبة والزاوية موجبة الربع الثاني بيكون x سالبة y موجبة الربع الثالث x سالبة y سالبة طبعا مثال لو أنا عندي إحداثيات لنقطة النقطة هي عبارة عن x بتساوي minus 3.5 y minus 2.5 إذن x سالبة y سالبة حتكون في الربع الثالث كما هو موضح بالشكل أوجد find the boulard coordinate of this point b بدأ أوجد boulard coordinate بعدين convert r or theta two rectangular coordinate علشان أحل هذا السؤال طبعا إحنا عندنا cortesian coordinate القانون اللي هي r أو r تربيع بتساوي x تربيع زائد y تربيع إذن r بتساوي جزر x تربيع زائد y تربيع هذه عفيثة غورث جبنا قيمة r الآن لإيجاد الزاوية كان theta y على x فحط y بالإشارة تبعتها والx بالإشارة تبعتها طلعت عندي الزاوية 35.5 من وين أجت الزاوية من tan inverse لكلام هذا طلع عندي 35.5 طبعا 35.5 سأضيف إلها 180 علشان هاي الزاوية موجودة في الربع الثالث وأنا بقيس الزاوية أو reference line المرجعية الخط طبعا كان بيبدأ دايما من اتجاه x الموجب فبتطلع الزاوية 216 فعلا هي الزاوية في الربع الثالث لإيجاد البولر البولر طبعا coordinate البولر to Cartesian Conversion عشان أحول فأنا عندي x بتساوي r cos theta والy بتساوي r sin theta وبالتالي تطلع عندي x 3.99 والy بتساوي 3.05 مثال آخر problems 1.10 A person measures the height of the building by walking out a distance of 46 meter from its base and shining flash light beam towards the top طبعا في عندي شخص بدو يقيس ارتفاع مبنى هو طبعا مشي طبعا مسافة 46 متر من قاعدة المبنى و أضاء flash ضو flash أو إشعاء flash نحيط أعلى المبنى when the beam is elevate هذه طبعا الأشعة صعدت أو وصلت لأعلى المبنى كانت 39 درجة بالنسبة للهوريزينتل if the flash light is held at height طبعا إحنا زي ما احنا شايفين بالشكل هاي في عند man أو رجل الرجل كان طوله 2 بالنسبة لأ الأرضية المبنى الرجل علشان يوصل لأعلى المبنى أضاء طبعا light أو flash الضو هذا حي مشي لأعلى المبنى لما كانت الزاو 39 درجة بالنسبة لمين لأ الهوريزين تلقوا الأفقي المسافة الأفقية من الرجل للمبنى كانت 46 متر طبعا المطلوب في هذا السؤال find the height of the building بدي ارتفاع المبنى علشان أجيب ارتفاع المبنى طبعا أنا عندي علاقة إنه تاني الزاوية بدها تساوي مقابل على مجاور طبعا هستخدم فيثا غورث طبعا عندي أنا هنا كأنها مثالة قائم الزاوية في عندي فيثا غورث المقابل على المجاور بساوي ثاني الزاوية الزاوية موجودة والمجاور موجود ممكن أنا أحصل على ضلع المقابل إذن ثاني 39 بدها تساوي dy على اللي هو المجاور 46 متر dy تطلع طبعا لما أضرب ضرب تبادلي ثاني 39 مضروبة في 46 تطلع لي 37.3 هذا هو ارتفاع المبنى الآن لإيجاد طول الشعاع calculate the length of the light بدي أنا طول الشعاع معناته بدي أوجد الوطر برضو كفيفة غورث الوطر بساوي جزر التربيع إلى x تربيع زائد y تربيع تطلع عندي 59.2 هذا هو طول المبنى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر